باب المنزل مفتوح لم نقف على الباب حتى يفتح لنا جدي سندخل مباشرة لا تفعل هذا يا مهند ألم يعلمنا جدي من قبل آداب الاستئذان؟ لكن الباب مفتوح يا عمر وجدي يعلم أننا سنأتي لزيارته في هذا الوقت فلماذا الاستئذان؟ حتى لو كان يعلم بمجيئنا لا بد أن نستأذن قبل الدخول كم أنا سعيد بكما لأنكم استأذنتما قبل الدخول ولكن الباب كان مفتوحا يا جدي تركته مفتوحا لأختبركما ولقد نجحتما في الاختبار كان اختبارا أرحمد لله أنني لم أدخل من غير استئذان لقد كان عمر على حق معك حق يا جدي لا بد من الاستئذان حتى ولو كان الباب مفتوحا طبعا طبعا إنني أفهم ذلك جيدا أليس كذلك يا عمر؟ قل بلى يا عمر الاستئذان أمر واجب يا أحفادي فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وماذا لو لم يؤذن لنا بالدخول؟ إذا لم يؤذن لك فارجع كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعلم يا جدي أننا نحب المجيء إليك لأننا نتعلم منك في كل مرة شيئا جديدا بارك الله فيك يا عمر أنت ولد طيب ومؤدب وأنا سعيد بك وأنا وأنا يا جدي ألست سعيدا بي؟ سعيد بكما